هيدا البودكاست من إنتاج حكاواتي مرحبا أهلا وسهلا فيكم ببودكاست خليد بنت هيدا تاني حلقة لإلنا أول حلقة كانت مع جمانة حداد إن شاء الله تكونوا ببساطوا فيها حلقتنا اليوم هي مع زينا دكاش يلي بتخيلتر منكم بيعرفها مسلة أساسية أول مركز لليليش بدراما باللبنان اللي اسمه كاثاريسيس اشتغلت كتير مع السجنة والساجنات باللبنان عملت إشياء كتير 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 حلوة ومميزة للأسف ليال ما كان فيها تكون معنا بتسجيل هيدا الحلقة كتير نقهرت إنه ما كنت قادرة أكون معكم وقتا كنت مسافرة بس من قصصكم استنتاجت إنه كتير تسليت وهايك فخبروني عن تجربتكن ما قدرت تسجيل عنا على الستوديو صور إحنا لعنده على البيت وضعنا على الطريق كنت عم تشتي بآخر الليل بس تسلينا كتير مع أنه صوت الشيطة أثر كتير على التسجيل تعرفنا على بنتها وعلى كلابة وهي كتير كان الconversation كانت كتير interesting وهي كتير لذيذة وكتير بتضحك يعني كتير كتير تسلينا أصلا هي عنده experience بالكوميديا مزبوط حلو هاي زينة هاي رايان مرسي كتير لأنستقبلتنا عندي بلبيت اليوم بشكل جيد لديك بشكل جيد الكثير من الناس يتعرفونك من زينا دكاش زينا دكاش حالياً أم لأسما شكراً لأليك لأنها أكبر هوية طاغية بها الأيام بس ما زلت زينا دكاش that's always known as زينا دكاش the activist the prisoner لأنه بيشتغل بحبوسة لبنان منذ أكثر من 12 سنة doing drama therapy I'm a drama therapist متل ما بتعرفين I'm still one I'm still a drama therapist ومارس كمان بالكلينك تابعي يلي جي تزرتي أبل كاسليك I'm an actress currently ما أمثل شي بس العنام كمان بتعرفني كتير من نورة التفي كذلك enacted ISO for 13 years ببسمة وطن so I used to be ISO drama therapy and I'm the executive director of catharsis يلي هي الانجي أو that I launched in 2007 it's the Lebanese center for drama therapy يلي it offers drama therapy إن كان للdisadvantaged populations كان للإندفجول يلي بدون يعمل individual therapy and voilà إنت عنديك background interesting بالتمثيل إنت تذكر كنت عم تقولي أنه ما كان يمكن براسك تفوت بالتمثيل أول شي تصير مسلة أول أول يعني أول ما تخرجت مدرسة لا كعمل يكون VAT كانت كتير حبيل الحيونات وهيك غرامل VAT وقدمت كان فيه بحوصات كنا نقدمهم SQ SQ ما بارشو طلعت الأولة بلبنان ويشو عبطة جد وبدأ أعمل VAT لحديث مانزلت حضرت مسرحية ببيروت من الفرنج theater يعني اللي أول مرة كانت بحياتي بحضر هيك شي أنا فالنلاف وستياتر وقلت هيدا الشي واب كتير من يكون VAT غيرت كل الشي كم دي أعملو ورح تسجل باليزاف عملت مسرح خلصنا مسرح لقيت هيك I was a bit disappointed إنو هيدا هو المسرح طلع المسرح بس للكرم de la crème éduquée du Liban édumond how boring مش بس إنو بورين إنو مش معقول يعني مش معقول أعمل فن تتجي بس ريان تحضرني مش معقول بس إذا أنت مثلت أنا روح أحضرك يعني وين العالم وين الشعب وين المسرح اللي بيقدر يغير شي وين السياسة بالمسرح لأنو المسرح وسياسة بس إنو ولا ممكن يكون سياسة إذا بس عم يحضرون الناس المسقفة فما وصل شي يعني دونك أبحيث أبرم دور حور إخشي إسمو دراما ثرابي بأمريكا this is when I traveled ودرست هونيك ورجعت عملت ماسر سيكولوجي بلبنان and I mixed theater with therapy وغينت لإنتلا أبي حابس روميا من سنة 2007 واي بريزنز ما باقدر جاي ويبحد على هالشي يعني ريلي كانت حرب تموز بعد خالصة بال2006 we were all prisoners حسيت إذا بدي حدا هيك حاسس معي وحاسس مع هو إذا أنا حاس حالي محبوسة ببلادي كان ما فينا نسافر كان مسكر المطار I don't know فتبي ما بتفهم إنه what about العالم المحبوسين جويتها الحبس and there you go وبلشت وأكيد رفض المشروع مثل ما سبق يمكن وقيدت لكسنة ونص مع الدولة اللبنانية إنه مجنونة شو جاي تعملي ممكن عقلي كمسرح داخل السجون but really I was called Woody Woodpecker فعا Woody Woodpecker فتح الحبس ومش الحال يعني and since then we're there على في انتروفيو كتا بقرا في عم تحكي عن اشتغلت مع النساء اللي خسروا أزواجون بحرب 2006 وبعتقد كتا عم تحكي شي عن الوزاليين ستابعون قدي التوص تشوف زافيك تخبريني كنت بعد نرجع من أمريكا طازة يعني سورة انجي او بتقلي بما أنه صارت حرب تموز اريو انترست تشتغلي مع النسوين بالجنوب بضيعتين صديقين وزبيين and اكيد لتأي يعني اتواز ما كنت عارف كيف أصلا بدي أدرا ساعد يعني كنت قراضي حس حالي بحبس ويوسلس يعني مشلحت الفيجاما أنا كلي حرب تموز بس كلنا هيك متل كل العالم قاعدين على هاتف اخدت البروبوزل وصرت اطلع عالجنوب يعني اطلع كانت شي سبع ساعات يمكن تتذكر كم سكر الضرقات اخدناش سبع ساعات لنوصل قاعد يمكن الساعتين والراجعة سبع ساعات تانيين اتواز اللوفلي اكسperience كانوا ما نسوين يافقدوا بيوتون يافقدين جوازون يافقدون ناس كتير غالية عقلبون من الهايدا and you see hope a lot of hope شوان نسوين الابضايات ياللي ما بتقول معودين عالفقدين اكيد في وجع اكيد كل هولي بس يالله next كيفنا نقاليا كيفنا نعمر البيت كيفنا عرفتي وكأنو الديبراشن الطويل ما قلا مطرح عندن and I still remember لما حكيت مع سايكولوجست لبنان وكت عم بستشير as mentors كيف تتعلم هذا كلهم انتو دينايل اكيد انتو دينايل لا اتوازن دينايل حولي عالم الحروب عالحدود ومع اسرائيل والدني يعني ممكن من اول ما خلقوا سو دفنت لي معاشن مختلف جدا عن معاشنة اكيد بيزعلوا اكيد بيضعوا اكيد بيمرقوا بالغريفين مثل مننا وكل هولي بس ما بيمرقوا مثلنا they are more more resilient than we are يعني احاديثنا صحيح بلش يتعسس نهاية الحرب نهاية امور نهاية حياة نهاية كذا كيف ديناجر يقلعوا انتالت لا اشياء educational كيف ننرب ولادنا كيف ننكون افضل مع جوازنا اللي اللي ما ما كان ما يطلع حدا كيف يكون انا عندي اونوسي اكتر يعني they gave you a lot of hope they give a lot of hope وبتخيل اللي بقى مني الى اليوم انتواج معهم لهالستات really مواتة فتحت كاتارسس في 2007 اول شي كتير فريد من او عبلمنين ما بتخيل في سنتر او ارغانيزايشن متلو صار في سنتر فور ارغانيزايشن او اوكي حدا كمان تخرج من امريكا ورجع اجفتح اوكي شو كانت اول شي ردت فعل العالم اللي ما كانوا يمكن سامعين بدراما ثرابي خاصة وتبلشته مع السجنة يعني اول ما كنت تقول دراما ثرابي كان سجنة كان برات سجنة وين ما اقول دراما ثرابي تنفهم انه انت اللي بتعملي ثرابي للمسلين لنو لا لا ما خاصة بتلمسلين وما لا عليها بالنسبة مسل اه يعني انت بتشتغلي تراما ثرابي لا 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 بس انه بس انه بقل لك اول مشروع صار برومية اللي هو المسرحية المسلوها السجنة داخل السجن يعني بعد شغل خمسة عشر شهر انا وياهم قدوا اول عمل مسرح بالعالم العربي داخل السجن فتحت ابويه بالسجن اجوا العالم حضرون عالم بس قول عالم انت انا امي كان فيها تطلع الفران شفار التاكسي ناس بقدم اسمها دفنت لازم يقدموا طلب لا يقدروا يطلعهم عرفتي ودارت المسرحية عشهرين هون بقليك اي هد سمتين بالبابل كيف بتقوله كونكري الناس تفهم شو عند راما ثرابي سو من هونيك ورايح لا معدي ينقلي انتو ثرابي للمسلين فهميت شو هي ثرابي it's a therapy متلا متل السايكو ثرابي it's somewhere where people would heal and فيها توصل لمسرحية انا بالشويس طبع تولفانج لبانيز وصلت العمل مسرحي but it can just stay within the sessions within the sessions اي اكيد وفي جي سألتك لان لحظت بالدوكومنتري حاجة اسأليكي هلا هو انو you can see it in the documentary تصرفك معهم كتير عفوي كتير طبيعي بتعايت بتتحكي بتصرخي شو ما كد which is انو بعتاد لك كتير عالم بيستغربوها لانو تتفكري بيساجين حدا تنقول قتال نختصب حدا حدا كذا الفكرة انو تكون in contact معهم يمكن بتخوف انت ما حسيت ابدا حسيت كتير طبيعي معهم كتير yourself كتير وهنا كمان يعني ما نهيين بتخيل التعاطي يمكن ما بعرف نهيين براسنا لانو براسنا نحن نقول انو هولي مجرمين وعملين بس انو انت هلا قادة ما عرفيك انا مش مجرمي مش عاملي شي ينو انو براسنا لانو we know they've done something بس how many of us have done a lot of things and no one would tell هن انكشفوا انتي من انكشفت انا من انكشفت يعني جسوية انتران عم بيخليكيها بس انو نا فمترستيك before being a prisoner they were a human being انتي يمكن كل يوم تتلاقي فيه and how many people we've known وعنجد بالاخر انتاهوا يمكن عاملين جاريمة وصاروا بالحبس بتصير بيكون ممكن حدا فات مخدرات من ان الانين بالحبس ناس تعاطيت اللي بيتعاطى كتير معرض يصير تيجير فالتيجير كمان هتشوف فيه فوق ناس أتليت كتار منن على غضب كتار منن مش بس غضب على محتلة على ما بعرف شو على بداعي سرقة فيت يسرق لانو ما ايكل اما مبرر شي لحدا بس بس هولة بني قدمين موجودين بالعالم يعني الشغلة تانية كم تحكي عنا هي يومية شهر زاد يلي انا اكتر شي حبيت لانو لاحظ كذا شغلة الجراء الميرتقبوها كتير من النسوين هني كانوا تنقول رياكشن على مثلا في وحدة بتذكر كانت عم تقول جوزوها كنا عمرة 12-13 سنة وحدة بس كلهم هني كذا وحدة وحدة عم تقول انو كانت تلعب مع الولاد جوزة ليمن ما تلعب مع الولاد انت ما فلو تكوني مسلا مرتي اعدم اتساترا سو ممكن صار مع شي انا انقتلته فكذا كيس هكوش حسيت كتير غير عن مسلا كتير وفي وحدة كانت حملة يمكن تادي بير اما انو كتير ردة فعل على انا حسيت مجتمع ذكوري وان ما كان عندهم يمكن كلمة يقولوها وعلقوا بهالموضوع وعملوا ردة فعل وغضب وعذاب وعذاب وموجود اكيد وعم نشتغل تنعل لسن الزواج لدي ما بعرف اذا فيك تخبرنا شوية اكتر عن هالموضوع اديك كان غير الشغل يمكن مع السجينات ببعب مختلف جدا كان الشغل بين سجنا روميا وشغل مع السجينات السجينات عندهم مسج تاني كليا سجنا روميا كان اكتر القانون حقوق السجين عرفت هيك بوقت لانو انت بتعرف انا دراما ترى بس انا ما بيجي عندي موضوع بدي اقولو انتو شو عندكم تقولو نسوين لما رحت لع عندهم وقلت له انتو شو عندكم تقولو بالفعل يعني زب تتطلعي الاغلبية خاصة جرائم القتل قتليني جوازون لي قتلتي كان يتعد علي كان يتعد على الولاد القانون ما بيحميني يعني يروحوا عند الدرك إلا الدركة روحوا حلي انت وجوزي لانو بالفعل القانون ما كان يحميهم اليوم صار يحميهم نوعا ما احسن شو لانو بعد المسرحية بعد جهود كتير كبيرة من جمعية كفا ودرافت لول قدمو مرأة البل يعني صار في عنا قبل بالبرلمان مضت اللي هي بتقول انو اعضاء الاسرة محميين من العنف الاسري ما حطوها بس عن نسوين اذا انت عن نفتي زوجيك كمان هو محمي غريب ما سمعت بعد بمرم عن في جوزة بالبدا بس انو ولا هول كانوا قصاصهم من قصاصهم صار تطلع المسرحية اللي جوزو عمر 11 اللي جوزو عمر 12 انت وزريلي نساسري تو هايلايت all this يعني بس حبيت كيف بعدن عالانين براسك جمل لانو وطريحت كان يبعتقد ببيروت سوكس عملتي عمليك من كذا سنة نصن كانوا موجودين they were had been released سوعة ما تشوف شي كتير قدامك كان عن جات شي رارة the mix اللي عملنا بين كان في فيديو اللي العالم بعضهم بالحبس وكان في live performance صح هيدا سوال شواء كليشي بس انت بشغلي كتير سوراند بأصص مؤلمة حزينة كيف كيف تفصل عن هيدا الموضوع how do you not let it affect you بطريقة so first of all نحنا كتيرابيست منضل انتو support therapy هيد if we really wanna be ethical بشغلنا خاصة if you're working بمطارح كتير صعبة مثل حبوسة مثل رفيجي كامبس مثل ما بعرف انا اولاد نساء معنا فيت if we feel these we have to also go نحنا into support therapy يعني بتتبعنا خلال هيدا الشغل لانه في اشي رح تتحرك فاقتلس نحنا نروح نفرغ بغير مطرح so this is one thing يعني second thing خاصة لما كتغوز كتير بالحبس باشي يعني كان في وقت منزل لأمشي عالبحر بدي اخلاق للوقت ما في مجال يعني قول بكرة واللي بعد انا لألي اتوز يعني انزل امشي عالبحر اتفرج حد البحيك يعني نوع معي من العالم تتقرب من الناس تانية because you're changing كمان all along يعني ما فيك تقامل حبس مثلا ونظل نشوف بنات شو بعرف ان كنت شوية ممكن اصحاب معهم يلي تبع على الشوپينج ونزلت عالقبسة وجبت ورحد في شي مش زابط يعني كنت فيلم نفسي اكتر وما عم بقول ضروري رح اقعد مع العالم لكتير ديب وبدنا نقعد نحكي امور existentialism بيكافينا existentialism somewhere in between عرفتي هيدول اللي كانوا مشارجون يعني وجوزة بما يكون جوزة يكون خطيبة هي وزريلة كمان حدا لذيذ لذيذ من ناحية انو ما كي يحكي عن الحبس ماي يحكينا عن حيالة شي تان عرفتي بيساعد هش وتش هلت مئلات خلص بتعرفي هون هون بتوقع في اللمت يعني شو شفت تغيير بالسجرة اللي اشتغلت معاني هاو دد ثرابي هل بذن هلأ ماي فيلم بيفرج بيجيبو ع هالجواب يعني كان شهر هزاد زدائري كان تول في انجري لباني زل صور نيهون بيفرجوك فعلا يعني كل برسون جوان صار او شو تغير معه بحياته فنحكي السيينتفك اللي عملت أنا الثيزيز تبعي للجيم على هاي غازيان كان يت داخل السجن الرومي ع 15 شهر تاست قدم قبل ما نعمل الانترفنشن تاست بنص الانترفنشن وتاست باخر الانترفنشن وقام الانترفنشن الانترفنشن بسيطة من نومتهم قد تحسني تحكي كاعدتهم بالحبس الاتم تبعهم قد تحسن يعني اما علاقتهم مع الاهل اللي بيجو كانوا يزوروهم كمان انو تحسنوا صاروا يعرفوا تتحسنوا بسيطة بسيطة او تسيطة مطرح مأزيو لانو بالعادي هن كتير صعب يقولوا صاري لشأ انا وين غلطت انا مظلوم مم 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 لانو نفس الشي قبل انا مم صحيح نحن انا واراقتهم في الكثير من الوقت تنكون وصلنا لهون بس نحن كمان نتو قدمتو اي تنك اي تنك مشروعين اي تنك عن اصلاحات لال prisons ما هيك اي تنك اي تنك اي تنك انا ما قدمنا مشروع اي تنك كان في قانون متوافق عليه وموجود بالجوارير بالدولة هيدا القانون اسمه تخفيض العقوبات لحسني السلوك يلي هو القانون 463 اسمه قانون تنفيذ العقوبات هيدا القانون بال2002 وقر انه قرر انه كل شخص مسجون عنده حسن سلوك بيقدر يقدم طلب تخفيض عقوبة يعني افترضي انا وحكومة 20 سنة بعيد الشار اذا انا عندي حسن سلوك بها الحبس وعم شارك بنشاطات وعم راجع حالي ومعم بشيغيب وعم جاد تغيرت يا حضرة القادة أو يا لجنة نظروا لي بيوضعي لا بدل للعشرين يصيروا 15 يمكن يصيروا 12 بارول مثل ما يصير بره منسمية بارول بأمريكا هيدا كانت موجودة حبر عوراق بس ما عم تتنفز بي 12 عالمين غضب هن السجنة قالوا لي زينا في قانون وقرب بالألفان واثنين ولكن محد عم بينافزوا مثل كانوا ناسينوا وبالفعل بالمسرحية حكيوا عنه مين كان عم إحدى المسرحية وزير العدل وزير الداخلية نواب وزارة كذا صاروا عنا هك شي عنا وينو لأنه هن كمين كمستلمين جديد ترى فهم بين ألفان واثنين وألفان وتسعة تغير كذا وزير وتذكر الوزير براهيم نجار وزياد بارود في دو عام كانوا عينوا لجنة قدات مكلفة من قدات صار فيه كل سجن بكل لبنان يقدم طلب لذا كان هذا شيء من 12 لبنان غادم شهرها زاد متل ما قلتلك تعواننا مع كفا لتو لبي للي هن كنوا مقدمينا أما هلأ آخر عمل عملتو بيروميا اللي اسمو جوهر بمعب الريح المسرحية اللي بتحكي عن المرض النفسي داخل السجن أو الناس اللي ارتكبوا جرائم لأنهم مرضا نفسية للأسف اليوم قانوننا اللي انكتب سنة 45 قانون العقوبات بيقول إذا ارتكب جريمة إذا كان مجنونا معطوها أو ممسوسا وارتكب جريمة هلأ بيستخدر منك يوضع في السجن لحين الشفاء إذا أنا بعيد شر عندي سكيزوفرينيا بيسمع أصوات بيطيق وارتكب جريمة أنا بنكب بالحبس لربنا يشفيني لأن ما في حدا بالحبس عم يحتم بها حدا أول شي أنا ما بشفل عندما تشفيني كرونيك منتل إنتي ما بشفيني تمكن منتل هذا واحد وإن أحتاج لدي دكتور للاسف ما في دكتور بالحبس وما في أي سنتر لألون وما في سايكايتر كونت جوه تانيا أنا ما بتسميني مجنون وما بتسميني معطوه ولا بتسميني ممسوس من الشيطان هلا هلأ ما بقوله من الشيطان بس ممسوس من شوه أيام منتل قانون كلياً جديد بخصوص هالموضوع تقدم سنة 2016 أغسط 2016 للبرلمان وما زلنا بالانتظار دعينا مرتين على حوارات ضمن الليجين وناطرين يرجع عن جد يتحرك بس انه مثل كل شي بتقدمي مشروع عنه بلبنان يعني 6-7 سنين بديك تعدى لتصير الأمور مع انه هيدا عن جد بنقهر انه منه مسيس هيدا منه موضوع بيحكي عن الحرب الاهلية منه ما عرفته شو قصده بس يا رب كل شي بطيء ليه مهم هيدا لأولا ناس بتعرف انه اليوم عن جد عنا عدد ومنه صغير لناس عن جد مريضة مريضة كلي يعني فيه ناس ما بتعرف اسمه ما بيعرفوا هني مين ما عندهم حدا بيشي بيزورهم مكبوبين بالحبوسة كبة ما بتفهم يعني قاعدين كيف بيطلعوا من جوا بيطلعوا كجتت منحنا لنا لحين الشفاء انت عارفين نحنا ما حنشفاء فغير بموت ما بطلع جوهر كان انت حضرتها لجوهر بالحبس لا احضرتها بمسرح المدينة اماتر المدينة وكانت انت موجودة وكان فيه قبل من السجنة اللي كانوا عملتك شي كتير حالو كان التمثيل كتير خيالي بالنسبة لها يعني ما بعرف كأنه ناس اللي ما عندهم مرض أخذوا أدوار الناس اللي عندهم مرض مزبوط وكان حتى يتاكل دن ال جي بي تي كو اشو مزبوط كان شي كتير كتير جديد وانحسيت بريترو هاملت وقتا كان المثيل صار بارمينيا ارمينيا اي 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 اعمل جيد ما بعرف قدامي شحاله يا رب يعني لا بس قلت لي لوقتا كمان السجنة اول شي ما كانوا كتير متقبلينو اونا بلشت تشتغلي معو انا نرجع مشاركة اي كيف معنا حالي بس هو أبداي كان كتير هو شغل حاله كتير منيها هي نيوها وتستقلمت ما يخد الاشياء شخصية يفهمون قبل ما يفهموا يعني انا حاليا عم منتج الدكومنتري اللي لازم يحكي عن المرضى النفسية اللي عادي ينفهم مثل العادة يعني ام ربيتينج اي سيناريو اي اوويز دو اي اي تياتر بلاي انسايد اي تياتر بلاي اي تياتر بلاي اي تياتر بلاي اي تياتر بلاي شوهر نعمل اي تياتر بلاي صورت الارف فوتج أنا وعن بعمله يعني انترويوز معهم للشباب كم من المرضى النفسية still لأنه حبلت وكذا وإنه أخذت وقت لمنتج الفيلم so now I am in the editing phase and يا رب it's gonna see the light in the coming months أكي كنت رحيس عليك شو مشاريعيك so perfect قبل ما نفعل صلنا على small segment من البودكاست رحيس عليك في كذا سؤال صغار بيك جاوب بدغرع سريع أول جاوب بيجاع راسك حبونه لي يلا شو أكتر ثلاث إشي بتحبيهم بحالك بحالي بحالك صوتي بس مش مش مؤخرا قبل ما كنتحبو مؤخرا صرت تحبو قبل كتلاقي كتير عالي وفيك مزعج هلا صرت تحبو مع كروزيت الدخان كمان أكيد شي تاني بحبو فيي شي شكلي أو شي اللي بدك يا زينة الدكيش يا حبيبتي هلا في كتير إشي مش طيقتها مثلا عيناتك أحب يا أختي يا حبيبتي يا زينة بحب لما بكون مركزة لأنه بس ركز عن جد في قامل عجيب بس إذا مش مركزة بصير هيك طهوج مدركي بحب بس كون مركزة وشي بحبه فيه بحب حلو الواحد يقول بحب هيك السنسوف يومور عندي اللي بقربني من العالم بمطرح شو أكتر صوت بتحبيه تحب تسمعي هلأ صوت لما نسمع أنا وياك الشتي رائع سامعتي شو أكتر إنجاز تفتخر فيه أكتر إنجاز بفتخر فيه كيف ما برمتي وكيف ما حرت حبيبتي قلبي أسمى بنتي اللي هلأ خلقيت وأكيد هي أهم شي وهيدا إنجاز كتير كبير هالبنت كيف أجت وكل هولي بس إنه برجع بقل لك يعني my first baby between brackets لأن she's my first baby بس the first first baby بحسات فيه 12 إنجري بمخاض يعني طلع أكتر ثلاث أفلام بتحبيهم أكتر ثلاث أفلام بحبهم هولي دائما بدي فكر فيهم لأن ذكرتي بتخوني دائما فيكت وليفين إذا ثلاث أكتر دائما دائما فلم فرنسي وكتير برد بس شفت مثل هلأ أنسيت اسمه بلاء نوار ترفوكين يا الله تبع 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 أهي بس ما رح أتذكر اسمه ما رح أعرف عرفتو يا كريم أنا ماينفام أنا ماينفام قصت تبع هو وياها وهي تتلاقى فيه بيحقو تليفان the whole film is happening in like two days I love these kind of films كما تشوف يا لورن ومارتشلو شو كان اسمه الفيلم يلي هني جيران ونات جرناتا بارتكولاري I love these simple simple films يلي بيعلقوا براسي كما بيروحوا عرفت غير أفليم الكتير دانس وهيك الكم بلاط كتير تقيل بحبهم بس خلاص صعب رجع أحضارهم ورجع أتذكرهم في شي بينمحها براسي عرفت كيف لا I'm into these simplistic films هيك إذا فين بتقليلي ريكب بس مثلا telephone conversation I love it حسو ويتي ولذيذ وتصور يمكن بنص نهار بس عمل a big effect I love these films آخر شي إذا فيك تشتغل بمهنة تانية شو كنت بتشتغله تسوف دي يعني أنا بقول يا ريت يعني لو هالدنى ربنا اليونيفورس بيمنحنا حياة أطوال قبل كنت أقول لك فات بس هلا أقول لك I would have loved وعمل الشغل اللي عمله بي اللي هو notary مع أنه بي لما جينا بدنا كلنا نفوت جامعات وعملوا حدا مكن يعمل محامات هذا يستلم ما حلي أنا كاتب عدل فتوح كسر وين أش بكون أش في أنه هي كاتب عدل بي بشرفك بغي اليوم بقلك أنه يا محامات يا كاتب عدل هي كتير هيك يعني مش بعيدة بس أنه اليوم عشغلي بيرومي ما أنا كمان حملت شابول محامة بتخيليك لتربية الوات صرت فهم قانون وبيليك أي مادة وصرت اكتب درافت لوز أنه بحب هالشابول لأنه كان يمكن عاني أكتر بالاكتفزم اللي عم بعمل يلا سريعين بعد شواء المهضومين يلا باديك سريعين مش عصة حياتي مش عصة حياتي أكتر كتاب حبيتي مبسطت فيه أكتر كتاب كتاب ناك كتاب واحد مهضومين مهضومين هو ذات لنكمل أكتر كتاب حبيته كون دارك أنت أقرأ له كتير لأسو تنابل لجرتي دولات هيدا وقتا هيك هلاكي فحشت بكي أنا وقتا رائعة مش رح قول شي تما أنزع الكتاب و1984 بيتبحني it's us it's now it's yesterday it's five years ago it's ten years ago it's gonna be maybe ten years ago مش معالشو زكي هيدا بيتبحني هيدا البكي شمارة بتحكي مع حالك وش بطوله بحكي مع حالك شفت قوله بحكي كل شي هلا كيف عم بحك معك بشير أحكي مع حالي مطلا بحكي شي منيح بحكي شي ماش منيح مالو يا زينك فسيت يزين خرب زوئك خاصة ما سكون under stress بصير ضحك حالي تماجننا انت ما ترولو ترولو بين غيري لحفاظ بعت الإيميل يكون عم بغير لحفاظ وعم ببعت الإيميل مطلا عم بوصل لها الدرجة من الهيستيريا ويفتكي بالدقيلة مطلا بقول لك وي مادام أكيد هلا أنا ويكي منعرف بعض بص الحادة مطلا ما بعرفو بنتي مطلا بعد بدت تقول بصير إنه إيه مادام انت ما تقول ب ادعي اني كتير professional وفعلا أنا مركزة على الموضيع ايعم بفعده ايام نعم ناقي شخص واحد مدرر يكون عايش مين ما كان تازمي على العشا مين بتازمي يشو حلو عزموا على العشا يعني نقرقر هيك ايه حدا شخص كتير عبلي تقدي معه انه بابا بتخيل أكتر شي توفص انت الماضي هلا ما في شي مش حكينه يعني مش ناك مرتاحة ما بقي شي ما نحكي بس هيك بحلو اللقاء بعد لأنه قريبا بكون له سنة انه هلا هو أكيد موجود وعم بيشوف كل شي ويعني ما فيه بس هيك نقعد كان انه موني يشوفها لبنتي فباركة انه مش عشرة بتكون نامت من روح غدا بيشوفها شو أكتر شغلي بتلاقي انتشاطرة فيها العلاقيات احببت احببت مش العلاقيات مش كنفلقة رزولوشن و هيك احببت انيشيات رلاشنشيبس ما العالم بحب احكي بحب بحب انو نحنا مخلق انو عجزيري بحب نحكي فاللا وصل كريم مين انتا كريم شو بتعمل ام انترستد انبي شو بتعمل و هيك يعني جمسان بلوس انريشي لما بعرف شو عم بيعمل هززلما انت شو عم تعملي بس في مطارح ياختي بها الدنيا ما بيخلوك تبرع بها الشي يعني متى كيف دالك بتحس حالك انت بكيشي بعقلاتك يعني متلا لبنان احببت فور ديس و كانت تتك هاي هوا و كذا انت اه انت او 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 نزلي بتعوضي انت وال والجانيتور طبع البناية عرفته الناس بتحكي يا اهلا ما بحف كنا عم نحكي انا و كاريم في و انا دائما مفكر بلبنان it's the way people بتعطو مع بعضون كتير سلس اكتر فيك الدقة لحدا انت قوغات كافي وبتحكوا عن شو ما كان انت هيني it's natural برحة طالعة طالعت الروم صح هون المستشفى انا طالعة بدي داخل سيجارة فحمت يا الله وماما عاقدي ديحة مع انو كانت لدي ونبش بال وصي ماشي السير يعني بلبنان في كده افتح الشباك واحد معك خمسة من مدام تعطي هيدا طلع انت وصاروا اصحال مع بعضين خزوك تأتي تأتي هيا ما بعرف اذا انا في اعمل انا بأي مطرح يعني unless it's not مديترانيان هاي السوس هيدا الشي بحبه قارفتي and it makes you smile والحيب بتكمل معانو احنا كلنا كتير موجوعين بايدا البلد منرجع من نضحك وبيمش الحال ويالله وويك شو احلى محال رحت علي مشافتي بحياتك فيكم لبنان فيكم مبارات لبنان كبلد كتير بحب ايطاليا يعني غرامة بحس لو لو عن الحياة اطول اما دين بقال لو بعد دابل اكيد بعيش نصة هون ونصة هون اه بي ايطاليا ساردينيا مطلع عملت عالموتو كله ما بنسي يعني روعة روعة السين ريز الكزا اللي عرفتي وهيك كل شي ريليت لها المنطا انا جواب مثلا لك كومو ديمن ايه لاغو ديكون ايه ديكون يا الله في هونيك مدينة ماليه للولاد رح تيله في دراجون كتير كبير بيجي معبت بالعالم شكرا كتير زينا شكرا لعلكم بصرت باخر شاء مبسط اول شاء معاش خلص اريو على الانترنت شاء الله تكونوا بسطتوا معنا بالحلقة ما تنسوا تتركونا كومنت بالكومنت بوكس تعملونا لايك تعملونا سبسكرا وشير ولحقونا كمان على السوشيال ميديا صرنا على فيسبوك تويتر وإنستغرام والهاندو تابعنا هي خلقة بنت مع كيو عنا شي tip of the day ما تفوتوا عكس السير بريموا البرمي ما بسالكن شي سي ونكس تايم باي